نوال نعرف أنه أنت صديقة للعراقيين يحبوك كثير لأنه من زمان زرت العراق 2002 وقتها غنيتي بملعب الشعب الدولي في بغداد زرت العراق في عام 2021 في مهرجان بابل وأحاطت العراقيين بكل محبة خبريني عن ذكرياتك بالعراق ذكريات مبت النساء وقتا جيت زمان على العراق عملت حفلتين واحد بستاد واحد كان عاشا كتير كبير والحفلتين كانوا رائعين يعني دغري حسيت حالي أنه ما بدي فيلم من العراق حس أنه جاعة بيلاقعد بعض بالعراق ونفس الشي صار بمهرجان بابل كانت طايرة من السعادة بمحبة الناس وكان استقبال رائع ذكرتي أنه جمهورتش الأول أول من أحبك هو الجمهور العراقي صحيح؟ طبعا وأنا قلت على المترح من الأمور اللي نذكرها أنه تلقيت دعوة وقتها في 2002 من عدي صدام حسين هل فعلا كان عدي صدام حسين مغروم أو يحب نوال الزغبي؟ موارف بس تلقيت دعوة هني كانوا يعملوا الحفلات بوقتها يعني الفنان اللي بد يفوت على العراق كانت الدولة هي اللي تنظم الحفل وبصراحة أنا وقتها كنت بين الأي واللأ وصديق لأي فنان كبير هو شجعني وقال لي أمان وكل شي تمام ورحت على العراق وعملت حفلات بتاخد العقل وهاي هي الوقت اللي تعرفت عليه بالحفلة يعني من من الفنان يشجعك أنه تروحين العراق وما تخافين وقتها؟ جوجوة الصوف الله تحية تحية كبيرا لأبوها ديان أبوها ديان شكرا شكرا شكرا